موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت روبوت جديد يذهب للمدرسة بدلا من الطلاب طور العلماء روبوتا جديدا يمكن أن يساعد الطلاب عبر الانترنت في التعلم بشكل أكثر كفاءة كما أنه يعمل على ربط الطلاب بالمدرسيين في الفصول الدراسية وزود الروبوت بشاشة لعرض الفيديو ويمكن التحكم فيه عن بعد كما يتيح للطالب التحرك في جميع أنحاء الفصل لرؤية معلمه وزملائه والتحدث معهم من مكانه في المنزل صحيفة النهار اللبنانية عنونة الجيم يحتوي على جراثيم أكثر من المرحاض كشفت دراسة حديثة أن معدات الجيم وصالات الألعاب الرياضية تحتوي على جراثيم أكثر من تلك الموجودة بمقعد المرحاض وشارت الدراسة إلى أن الجراثيم التي تحيط الفرد أثناء ممارسة الرياضة قد تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت سامسونج تستعد لإطلاق هاتف يتمتع بتقنية جديدة وثورية قالت شركة سامسونج أنها تعمل على تصنيع هاتف ثوري بدون حواف نهائيا وأوضحت الشركة أن الشاشة الرئيسية للهاتف الجديد ستتكون من مناطق منحنية ومقوسة في أعلى وأسفل وجانب الهاتف كما أن واجهة الهاتف ستخلو من الحواف لإفساح مجال أكبر أمام الشاشة إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت دم الإبل يصد العديد من الالتهابات الفيروسية قال علماء روس أن اكتشافاتهم في دم الإبل وتبيان أسراره ستساعدهم في استحضار عقاقير طبية جديدة وأضاف العلماء أن أجساما مضادة استخرجوها من دم الإبل أثبتت قدرتها على وضع حد لتطور العديد من الالتهابات الفيروسية موسيقى